السلام عليكم اهلا بكم في قناة هاشتاج هنتكلم النهاردة عن الوظيف النزلة تبع جامعة الوعد الجديد ودي موجودة في محافظة الوعد الجديد ودي جامعة حكمية مش جامعة خاصة الجامعة محتاجة اسادزة واسادزين مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ومعويدين طبعا في 6 كليات هنتعرف مع بعض التخصصة المطلوبة ايه والعدد في كل كلية ونتعرف في الآخر على شرط المطلوبة في كل التخصص والأوراق المطلوبة وازاي تقدر تقدم تابع معي نهاية الفيديو وما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة لو سنو ما اشتركتش اللي ده بيساعدني وبيشجعني على السمرار هنشوف مع بعض الاعلان دلوقتي وطبعا تاريخ التقديم يبدأ من 14 27 21 حتى 3 28 21 زي ما انتم شايفين قدامكم كده ده الاعلان اول حاجة كلية العلوم مطلوب طبعا مدرس مساعد عدد اتنين الاقصام طبعا علم الحيوان والنبات مطلوب مدرس مساعد عدد اربعة القسم طبعا فيزيا وفي علم الحيوان والنبات مطلوب اربعة معيد في قسم الكيميا الرياضيات علم الحيوان ديولوجيا تاني حاجة مطلوب كليوتو الطب البطاري مطلوب استاذ مساعد في قسم المايكروبيولوجي مدرس عدد اتنين الصحة والحيوان والباسولوجي مدرس مساعد عدد تسعة صحة وحيوان طب الحيوان الرقاب الصحية والباسولوجي جراحة العيون بطفيليات عدد سبعة معيد رقاب الصحية في سوريجيا تغذية الحيوان كيميا علم الأدوية طب الحيوان صحة الحيوان الكليات الثالثة قلية الزراعة مطلوب ستة مدرس القسم الطبعا البساتين الألبان علوم وتكنولوجيا وقاية النبات المجتمع الريفي الأراضي والمياه مطلوب ثلاثة مدرس مساعد اقتصاد الزراعي أمراض النبات انتاج الدواجن مطلوب سبعة معيد في قسم الانتاج الحيواني المحاصيل الألبان انتاج الدواجن بساتين علوم وتكنولوجيا الأراضي والمياه الكلية الرابعة كلية الأداب مطلوب طبعا أستاذ عدد اتنين الأقصام المطلوبة علم الاجتماع والتاريخ آآ بعد كده أستاذ مساعد عدد اتنين القسم الاعلام واللغة العربية آآ ومطلوب مدرس عدد سبعة في الدراسات الإسلامية واللغة الفرنسية الفلسفة علم الاجتماع واعلام ومطلوب مدرس مساعد عدد تلاتة في قسم جغرافيا علم الاجتماع اللغة الفرنسية مطلوب تسعة معيد. في اللغة العربية. علم النفس. جغرافيا. علم الاجتماع على اللغة الانجليزية. التاريخ. المكتبات والوصائق. الدراسات الاسلامية الفلسفة. الكلية الخامسة. كلية التربية الراضية. وستاذ مساعد عدد واحد. العلوم التربوية. مدرس بعد كده عدد اتنين في المناهج وتدريس التربية والادارة الرياضية. مدرس مساعد عدد تلاتة في الادارة الرياضية علوم الصحة وعلوم التربوية. ومطلوب عدد خمسة معيد في التدريب الرياضي. المناهج وتدريس التربية الادارة الرياضية. الكلية الستة والاخيرة مدرس عدد واحد في تربية الطفل. وخمسة معيد في المناهج وطرق التدريس واصول التربية. اصول التربية ادارة ومقارنة. واصول التربية اقتصادات وتعليم. هنشوف طبعا مع بعض دلوات الشروط المطلوبة طبعا. اول حاجة بالنسبة لنتقديم للشغل وظيفة استاذ. العدد للمطلوب اتنين. ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه. او ما يعادلها. ان يكون مضى على حصول على درجة الدكتوراه مدة عشر سنوات على الاقل. بشرط ان يكون مضى سمانية عشر سنة تمنتاشر سنة على الحصول على الدرجة الجامعية الاولى. الشرط الثالث ان يكون قد قام خلال السنوات السابقة على تقدمه للتعيين في هذه الوظيفة باجراء ونشر بحوث مبتكرة او اجراء اعمال انشاءية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة. يكون ذلك بتقريب من اللجنة العلمية الدائمة المختصة. ده رقم اربعة اللي يزيد السنة المتقدمة على خمسة وخمسين سنة وقت الاعلام. رقم خمسة ان يكون حاصلنا على تقدير عام جيد على الاقل بالدرجة الجامعية الاولى. رقم ستة يشترط توافل كفاءة المتطلبة للتدريس. اكتياز المقابلة الشخصية طبعا. فيه مقابلة شخصية. الحاجة الشرط التانية طبعا المطلوبة في وظيفة استاذ مساعد. العدد المطلوب اربعة. رقم واحد ان يكون حاصل على درجة الدكتوراه او ما او ما يوعدوا لها. ان يكون قد مضى على حصول درجة الدكتوراه خمس سنوات على الاقل. بشرط يكون مضى آآ سلسة وعشر سنة تلتاشر سنة. على الاقل على حصول على الدرجة الجامعية الاولى. رقم تلاتة ان يكون قد قام خلال السنوات السابقة تقدمه للتعيين في حظيل وظيفة. بجراء ونح ونشر بحوث متقرة او اجراء اعمال انشائية. ممتازة في تخصص هذه الوظيفة يكون زلك بتقريم اللجنة العلمية الدائمة المتاختصة. رقم اربعة الازيس سنة المتقدم عن خمسة واربعين سنة. اثناء الاعلان. ان يكون حاصل على تقدير عام جيد على الف الدرجة الجامعية الاولى. رقم ستة يشترى التوافل الكفاءة المستطلب وتدريس. اكتياز المنقبلة الشخصية. الشروط المطلوبة طبعا في وظيفة مدرس. ان يكون حاصل على درجة الدكتوراه ومعادلها. طبعا العدل للمطلوب عشرين. ان يكون المتقدم حاصل على ماجستير ودكتوراه. في ذات التخصص المطلوب. ويفضل مضاي خبرة جامعية ومهارات في مجال تخصصه. شرط التالت. قال لازي سنة المتقدم على ربعين سنة. شرط الرابع ان يكون حاصل على تقدير عام جيد على الاقل في الدرجة الجامعية الاولى. رقم خمسة. يشترى التوافل الكفاءة للمتطلب للتريس. اجتياز المقابلة الشخصية. الشروط المطلوبة طبعا في وظيفة مدرس مساعد العدل المطلوب اتنين وعشرين. ان يكون حاصل على درجة الباكاليوس او الليسانس. ان يكون متقدم حاصل على الماجستير في ذات التخصص المطلوب ويفضل مضاي خبرة طبعا في مجال تخصصه. قال لازي سنه عن خمسة وتلاتين سنة. ان يكون حاصل على تقدير عام جيد على الال في الدرجة الجامعية الاولى. شهادة شهادة التسكية من المشرف على رسالة الماجستير. يشترط ان يكون تسجيله لدرجة الدكتورة في موضوعات المدرجة بالخطة البحسية للقسم العلمي المعني وموافقة المجالس المختصة بعد استلام العمل. يفضل ان يكون حاصل على شهادة اي سي دي ايل او ما يعادلها وشهادة توشل او ما يعادلها سرية المعفوول عند النزول الاعلان لكل من هما. رقم تمانية. الا يتقدم المرشح بعد التعيين لحصول على درجة مدرس الا بعد مضي عامين من تاريخ التعيين. طبعا هي هيعمل الاقرار بذلك. اه بعد كده طبعا الشرط المطلوبة في وظيفة معيد. العدد المطلوب سبعة وتلاتين. انا يكون متقدم من دفعة الفين وتسع تاشر من خارجة الكلية ذاتها الصلة بالاعلان. العلومة الطب البطاري الزراعة الاداب تربية الرياضية التربية. لحسب طبعا ايه? المعايدين المطلوبين في كل كلهم. انا يكون متقدم حسنا على تقدير جيد جدا على الف في التقدير العام التراكمي في الدرجة الجامعة الاولى. وتقدير جيد على الف مادة التخصص. الا يزيز ان المتقدم عن ثلاثين سنة. يشترط ان يكون تسجيله لدرجة الماجستير في الموضوعات المدرجة بالخطة البحسية للقسم العلمي المعني ومفرقة المجالس المتخصصة بعد استلام العمل. نيجي نبص على اخر حاجة الشروط العامة. طبعا الشروط المذكورة السابقة جزء لا يتجزأ من هذه الشروط العامة. طبعا يكون متقدم مستوفينا للشروط الرياضة بالقانون تسعة وربيين سنة اتنين وسبعين. ان يكون متقدم مستوفينا للشروط الارضة بالقانون رقم واحد وتعمل سنة الفين وستاشر. الا يكون قد حكم عليه بعقوبة سالبة الحرية في جنحة مخله بالشرف او الامانة او بعقوبة جنائية نهائية. ان يكون محمود السيرة حسن السمعة. الا يجوز للمعين عن طريق هذا الاعلان النقل او الاعارة او القيام باجازة خاصة قبل مرور عشرة سنوات من شغل الوظيفة. بيقدم اقرار بذلك طبعا. ان يكون طبعا مصر الجنسية يفضل من بين المتقدمين لهم خبرة تدريسية وبحسية في التخصص المطلوب والاصغر سنا. يكون تعيين اعضاء هاية التدريس المتقدمين لهذه الان عن طريق النقل او التعيين والاولوية للنقل. طيب بتقدم ازاي? بتحضر طبعا الورق المطلوب منك اللي هقوله طبعا في الاخر. آآ بتقدمه شخصيا باسم السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية المعنية. بتشوف الكلية انت هتقدم عليها طبعا بتوجهها باسمه. الاستاذ الدكتور عميد كلية كزا. آآ بادارة التنزيم الوضارة بمقرر المبني الاداري لجامعة الواد الجديد. آآ مركز الخارجة محافظة الواد الجديد في موعد غياته وخمستاشر يوم طبعا من تاريخ النشر. ولان يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او التي ترد قبل او بعد انتهاء مدة نشر الان. وغير المستوفى لشروط العنان. وان يكون الطلب مصحوبا باصل المستندات بالاضافة لثلاث نسخ ورقية من المستندات. اصل زائل ثلاث نسخ. ايه الورق المطلوب منك? شهادة المؤهل باكوليوس او ليسانس. شهادة تأدير السنوات الدراسية. بيان تأديرات يعني. آآ شهادة الماجستير. شهادة الدكتوراه. آآ للمتقدم نظيف الساستاذ. الساستاذ مساعد. مدرس. مدرس مساعد. عدد ثلاث نسخ من الانتاج العلمي بالنسبة للمتقدمين لدرجة الاستاذ وستاذ مساعد. الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور. شهادة الخدمة العامة بالنسبة الاناس. بطاقة طبعا الرقم القومي سريع. شهادة الميلاد المميكنة. عدد ست صور شخصية. صحيفة حالة جنائية. بيان بالرقم التأميني. بتجيبه طبعا دم التأمينات. آآ عدد ثلاث نسخ من رسالة الماجستير. عدد ثلاث نسخ من رسالة الدكتوراه. اقرار بعدم العمل او الفصل او موافقها معتمدا من جهة العمل. بالنسبة للذين يعملون باحدة الوظائف الحكومية. معتمدة بخطن طبعا شعار الجمهورية. بيان حالة علمية ووظيفية. موضح بها الجزاءات والاجازات. لمن يعملون بجهات حكومية اذا كان المتقدم يعمل. لو في حدا طبعا بيعمل اي وظيفة حكومية بيجيب طبعا آآ بيان بيوضح فيه الجزاءات اللي هو اخدها. آآ ولو عمل اجازات. بالتوفيق طبعا للجميع. كده انا وصلت معكم نهاية الفيديو. متنساش تعمل لايك الفيديو وتشاركه. وتشترك في القناة وصلا ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.